لو اول مرة بتشوفوا القناة دي اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله بداية الفيديو بتاعنا هتكون مع ادوات المطبخ وعندنا الاداة دي المخصصة للعجل طبعا زي ما انتوا شايفين اداة سهلة جدا سهل عليكم وقت وجهد كتير والعجينة هتطلع مزبوطة معاك بعد كده بننتقل للمفرمة دي طبعا دي مفرمة بتتشحن وبعد كده بتجيب اي حاجة عايزة تفروميها وبتحطيها بيها والنتيجة بتكون بالشكل ده بعد كده حننتقل للملقط ده اللي بيساعدك على ان انت تشيلي اي حاجة سخنة مثلا بدل ما تمسكيها في ايدك فانت تستخدمي الملقط ده علشان تشيليها هنا عندنا كوفر بيحمي الكنب من ان هو يتوسخ يعني مثلا لو عندك اطفال وكده فده حيساعدك ان انت تحفظي على الكنب بتاعك لاطول فترة ممكنة بصراحة اكتر حاجة بحبها بالكوفرز دي ان هي ممكن تتغسل في الغسالة بكل سهولة هنا عندنا مصفة مخصص للاطباق ممكن تستخدميه للاطباق للكبيات للمعالق وطبعا كل مصفة زي ما انتو شايفين لطبق خاص بيه بتقداري تصفيه لوحده هنا عندنا قطاعة اللحمة دي بس طبعا دي مش قطاعة لحمة بس انت ممكن تستخدميها للخضار لأي حاجة انت عايزاها بس ميزة القطاعة دي ان هي بتقطع لكل حاجة انت عايزاها بس بشكل رفيع جدا نيجي للراجل ده اللي بيحاول انه هو يزين الرخان بتاع بيته بس بطريقة فضيعة جدا اللي هو ما يبانش انه هو اللي عاملها وبصراحة فعلا مش باين انه هو اللي عاملها هنا عندنا المنظم ده اللي هو بيتحط في الحمام وبتقدر ان انت تحط فيه الشامبوهات والكريمات بتاعتك تعالوا بقى نيجي للاهم اداة بالفيديو ده واعتقد ان هي حتصدمكم فعلا الاداء اللي بتصنع لكم الزيت النباتي في البيت تخيلوا ان انتوا مثلا ممكن تجيبوا درة طلعوا منها الزيت او اي حاجة مثلا بنستخرج منها الزيت تقدروا ان انتوا تاخدوا الزيت بتاعها عن طريق الاداء دي زي ما انتوا شايفين كده بصراحة اداة رهيبة جدا ننتقل بعدها للحملات المخصصة للصابون اللي هو الصابون السائل او غسيل الاطباق اي حاجة من النوع ده الحملات دي مخصصة ليه بعد كده نيجي للقطاع دي مخصصة للناس اللي هم بيزرعوا كده لان هي مخصصة للشجر الراجل ده معاه زي شنطة حيحولها لطرابيزة او لطولة وطبعا الترابيزة دي فيها رفوف زي ما انتوا شايفين كده بصراحة حاجة فضيعة جدا هنا بقى عندنا الاداة الكيوت دي اللي هي على شكل طائية بس هي طبعا بتكون عاملة زي غطى والاداة دي ممكن ان انتوا تستخدموها للازايز اللي هي بتتفتح وما بتعرفوش ان انتوا تقفلوها تاني فالاداة دي حتساعدكم جدا عندنا هنا الجهاز ده اللي هو بيقلب مع نفسه الاكل طبعا الجهاز ده موفر للجهد بطريقة فضيعة جدا زي ما انتوا شايفين بتحطوا فيه اي حاجة انتوا عايزين تحضروها للغدا او للعشا وكده وهو بيبتدي ان هو يحضرها لكو يقلبها مع نفسه ويعمل كل حاجة هو مع نفسه وانتوا بس في الاخر تيجوا تلاقوا الاكلة جاهزة هنا عندنا الفرشة بتاعة التنظيف دي شوفوا شكلها جميل ازاي طبعا هنا بيورونا الادوات اللي هم بيعانوا منها وحيوروكوا ازاي ان انتوا بتستخدموا فرشات التنظيف دي بكل سهولة وحجمها الصغيرة حيساعدكم ان انتوا توصلوا للاماكن الصغيرة اللي بيصعب عليكم ان انتوا توصلوا لها ننتقل هنا لمجفف الشعر ده طبعا استخدامه سهل جدا وممكن وانتوا قاعدين تجففوا شعركوا طبعا الجهاز ده اعتقد ان هو للناس الرائعة الاداة دي مخصصة للمقاعد اللي بتطلع صوت لما تحركوها من مكانها نرجع هنا لادوات الزراعة والاداة دي بتساعدكم على ان انتوا تشيلوا النبتة بتاعتكم من الجزور بتاعتها ده ملقط تاني طبعا نفس فكرة الملقط اللي احنا شفناه الفيديو اللي كان في الاول بس اعتقد ده احسن شوية ياريت تكتبوا رأيكم في الموضوع ده في التعليقات انا شايفة ان الملقط ده افضل من الملقط اللي احنا شفناه في اول الفيديو وهنا معانا الافل ده اللي هو بيتفتح عن طريق البصمة زي ما انتوا شايفين بالفيديو كده هنا عندنا طفاية للسجاير بس زي ما انتوا شايفين طبعا هي بلاستيك وفيها مادة بتتمسك السجاير يعني هتوفر عليكم عناء التنظيف الجهاز الرهيب ده طبعا اللي هو ممكن تعمله عن طريق الكريب لو انتوا بتحبوه بصراحة جهاز رهيب جدا مش عارفة بصراحة هو احنا ممكن نسمي الادا دي ايه بس اعتقد ان هي مخصصة للابواب اللي هي بتفضل ان هي تفتح وتقفل لوحدها كده بعد كده ننتقل للليفة دي المخصصة للاستحمام مش عارفة ايه الفكرة منها بس ما علينا طبعا هنا عندنا ده الحاجة اللي ممكن بتدور عليها كل الستات كل الامهات اللي موجودين في العالم اللي هي حاجة كده زي السحر يعني يرشوا منها على الحاجة المتوسخة عندهم يمسحوا يلاقوا الحاجة دي يعني رجعت جديدة تاني اعتقد كده مش عارفة ليه المهم خلينا نكمل الفيديو تعالوا نشوف هنا الادا دي اللي هي مخصصة طبعا للسكاكين للمعالق للشوك للحاجات دي بس ايه بطريقة منظمة شوية بعدين حننتقل للست دي بتعرض هنا عندنا اللحاف ده طبعا الوانهم جميلة جدا والخامة بتاعتهم شكلها كويسة تقريبا كده مش عارفة هو ايه اللي جاب السراصير في الروز بس ما علينا الاداة اللي موجودة بالفيديو ده فضيعة جدا وهي مخصصة للحبوب يعني ممكن ان هي توفر عليكم مساحة كبيرة جدا ولخبطة في المطبخ وشكلها حلو يعني هنا بقى عندنا اللاصق السحري ده اللي هو بيعزل الميا عن الإزاز بتلزقوها وبعدين بتشيلوا الحاجة الزرق دي بصوا ازاي اتعزلت الميا عن الإزاز حاجة جميلة جدا وخصوصا في فصل الشتا طبعا هنا بالفيديو ده لو محترين يا جماعة تحطوا الروتر بتاعك وفين شوفوا الاداة دي المخصصة لجهاز الروتر نرجع للمطبخ تاني ولو محتارة ان انت حتصفي الاكل بتاعك ازاي شوفي المصافي دي ممكن ان انت تلاقي الحل النهائي للمشكلة بتاعتك نخرج شوية للعربية يا جماعة احنا اتخنقنا في البيت ونشوف الاداة المخصصة برضو تقريبا يعني ان هي تعزل الميا عن الإزاز بس اللاصق السحر اللي كان قبلها اعتقد ان هو حيكون افضل افضل شوية مش عارفة قولولي عن رأيكم في التعليقات وطبعا عندنا الاداة دي مخصصة للمناديل بصراحة هي شكلها حلو وفيها ميزة كده ان انتوا ممكن تحطوها في كذا طريقة يعني مش بس ان انتوا تحطوها على الطاولة وكده لا اداة هي ممكن تتسبت على الحيطة ممكن ان انتوا تسبتوها على سأل فتحسوا كده ان هي عملية وكده حنكون وصلنا لاخر الفيديو معانا الفيديو ده اللي هو انا مش عارفة ان كان ده دهان للعربية ولا ايه مش عارفة بس هو طبعا بيستخدموه عن طريق الرش يعني بيرشوه على المكان المخدوش في العربية بيرجع تمام فلا ما فيهوش اي غلطة اكتبولي في التعليقات يا جماعة لو انتوا عارفين الحاجة دي اسمها ايه وبكده حنكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان هو يكون عجبكو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكو كل جديد